اهلا بحضراتكم كشف دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ان بعض دول العالم ومنها مصر شهدت زيادة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا في الفترة من 7 ل 13 نوفم ده في اوروبا وباريس وجنوب شرق اسيا ومنطقة شرق المتوسط بنسبة 6% عن الاسبوع الاب قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا انه على مستوى العالم بدأت اعداد وفيات كورونا تنخفض بنسبة 23% واكد ان نسبة الوفيات كانت 3 وفيات في اسبوع واحد فقط اشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ايضا اننا مررنا بالموجة السادسة من كورونا في شهر يونيو الماضي واوضح ان بعض المحافظات شهدت ارتفاع في اصابات كورونا في الاسبوعين الماضي وهي محافظات الغربية والاليوبية وبور سعيد والبحر الاحمر وجميع الحالات تلقت العلاج وتعافت تماما المحافظة الوحيدة اللي شهدت زيادة في اعداد الوفيات هي الدقاهلية قال الدكتور حسام حسني ايضا ان 100% من حالات كورونا لمتحور اومايكرون لكن 55 من الحالات هي BA.52 وهي سلالة فرعية من متحور اومايكرون وهي الان السلالة المهيمنة على كورونا على مستوى العالم واكتر المتحورات قابلية للانتقال حتى الان وفقا لمنظمة الصحة العالمية نصح المواطنين برفع المناعة وامر مهم جدا من خلال التهوية الجيدة وشرب السوائل وارتباء الكمامات في الاماكن المزدحمة وتناول تطعيمات الانفلونزا وتطهير الاسطح بصفة مستمرة واكد انه من الواجب الذهاب للمستشفى في حال استمرار درجة الحرارة في الارتفاع لأكتر من 3 ايام مضيف انه لا يجب الحصول على مضادات حيوية عند الاصابة بالفيروس المخلوي واكد انه يجب زيادة المناعة من خلال التغذية الصحية لمواجهة الفيروس المخلوي اوضح ان الفيروس المخلوي بينتشر في الاماكن المغلقة مؤكدا ان التهوية الجيدة وتطهير الايدي والاسطح واردئات تداء الكمامة امور ضرورية لمواجهة الفيروس مضيف ان مصر لا يزان متحور اومايكرون الاكثر انتشارا لكورونا لكن اعراضه ضعيفة لفتن ان الوضع الوبائي مستقر للغاية فيما يتعلق باصابات كورونا كذلك اصابات الفيروس المخلوي والانفلونزا وان عدد الحالات المسجلة مصابة بالفيروس المخلوي لم يتعد 2000 حالة حتى الان وديفا ان جميع المصابين ليس بينهم وفيات ومعظم الاصابات في الاطفال الاقل من عامين اشار الى ان هناك ترصد قوي في اكثر من 27 مستشفى بالجمهورية للكشف عن الاصابات الدقيقة للامراض التنفسية واللي بينها كورونا والفيروس المخلوي وايضا الانفلونزا من اجل التشخيص الدقيق للحالات اللي بتتنوع بين بسيطة الى متوسطة في اغلب اصابات الجهاز التنفسي وتابع انه لا توجد متحورات جديدة تستدعي القلق بين المواطنين واكد ان الموجة الفيروسية ليست منتشرة في المدارس فقط لكن في المنازل ايضا وهو انتشار متكرر الحدوث في الخريف وبداية الشتاء مشيرا الى ان سببه بسبب انتشار الكوفيد اللي كان الاقوى جعل الناس تنسى الموجات الفيروسية الاخرى دي كانت ابرز تصريحات دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمجافحة كورونا عن كورونا ومتحوراتها في مصر حتى الان ربنا يحفظ الجميع متاظرونا في المزيد من تغطيات على تلفزيون اليوم السابع والى اللقاء